نداء استغاثة أطلقه مستشفى لهريش بدرنا لإنقاذ النساء الحوامل والموليد الجدود من خطر الموت نتيجة نفاذ مغزون الاكسوجين الطبية إضافة إلى قسم الكلا الذي يعانيه والأخر من نقص مواد الغسيل اليومي لمرضاه هذا غيض من فيض تعيشه المدينة نتيجة الحصار المفروض عليها منذ أكثر من عام حصار فرضته المناطق المجاورة بهدف منع دخول الغذاء والدواء والمستلزمات الضرورية المعيشية فضلا عن غاز الطهو والوقوذ ونفاذ كميات الدقيق والمواد الغذائية من المستودعات الخاصة شبح يلقي بظلاله على الأزمة ويهدد بخطر وشيك وكارثة قد تحل ب120 ألف مواطن يعيشون بالمدينة شركة خدمة النظافة العامة هي الأخرى تأثرت بأزمة الوقود مما طرها إلى إخلاء مسؤوليتها من أثار بيئية وصحية قد تنجم عن هذه الأزمة إغلاق جميع المنافذ والطرق المؤدية إلى درنة وإقامة السواتر الترابية على مداخلها دفع عددا من الأهالي رجالا ونساء من مختلف الأعمار إلى السير على الأخدام لتخطيها والوصول إلى ذويهم وأقاربهم على الجانب الآخر من الطريق